اشتركوا في القناة من الصحف الإسرائيلية صحيفة معريف إسرائيل تحذر لبنان سيكون هناك تبعات لمصنع صواريخ حزب الله من صحيفة إسرائيل يوم خشية في أجهزة الأمن الجهاد الإسلامي على جهوزية لتنفيذ عملية في حدود غزة من الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام حكومة الاحتلال تقرر خصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية من الصحف العربية صحيفة الوطن السورية حماس تسعى لإعادة علاقاتها موقف دمشق لم يتغير من فلسطين صحيفة داديلي تليغراف البريطانية تيريزا مي تهدد بالانتخابات في الوقت الذي وصل فيه أعضاء البرلمان لطريق مسدودة أعود مجددا إلى ضيفي في الاستوديو السيد خميس نبدأ من صحيفة معاريف وإسرائيل تحذر لبنان إذن سيكون هناك تبعات لمصنع صواريخ حزب الله يعني إسرائيل تهدد في فتح جبهة على الحدود مع سوريا قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأوينة الأخيرة بجولة مكوكية شملت عددا من الدول الشرق أوسطية من بينها إسرائيل في إسرائيل قام بإطلاعه وإتحافه بمعلومات سرية تشير إلى أنه إلى ضلوع أو تورط حزب الله بإنشاء مصانع لصنع الأسلحة على الأراضي اللبنانية الله طلب من بومبيو بنقل تحذير إلى القيادة اللبنانية من أن سيكون الأمر تبعات ومردود سيء جدا للبنان وعلى لبنان إن لم يتم إيقاف هذه التصنيع الأسلحة الصحيفة تالية صحيفة إسرائيل اليوم خشية في أجهزة الأمن الجهاد الإسلامي على جهوزية لتنفيذ عملية في حدود غزة كما شاهدنا وسمعنا في الأون الأخيرة كلا الطرفين وبالطرفين أقصد الجانب الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة غير معنيان بالتصعيد في هذه الفترة هل الجهاد الإسلامي يغير المعادلة؟ أولا وقبل كل شيء نشير من باب النزاهة لأن الجهاد الإسلامي نكر إطلاق الصواريخ ويعني عزف عن طلاق المسئولية تجاه إطلاق هذه الصواريخ وقال بأنه لا يعد العدة لأي شيء هذا أولا وثانيا نشير لأن نحن نعرف بأن الجهاد الإسلامي لا يأتمر بإمرة حماس إنما هناك تقارير استخباراتية إسرائيلية تشير لأن الجهاد الإسلامي يتعاون ويعمل وفق التعليمات من طهران وطهران هي كما تريد أن تمنع احتمال توصل إسرائيل وحماس إلى تسوية لأهداف سياسية ليس إلا نعم في الصحيفة التالية صحيفة معريف هنية للمبعوث الأممي حالة الأسرى الأمنيين ستؤثر على التهدئة يعني وحالة الأسرى الأمنيين ليست جيدة خصوصا في الآونة الأخيرة وما نسمعه من تصريحات فلسطينية بأنهم يتعرضون لانتهاكات يعني وإهمال طبي متعمد في السجون وما إلى ذلك ملف الأسرى يعتبر اليوم أهم الملفات التي تؤرق وتقلق مضاجع الفلسطينية سواء في الشارع الفلسطيني أو في الحكومة الفلسطينية لذلك تتكاثر وتتراقم الأنباء عن ازدياد معاناة وسوء المعاملة مع الأسرى الفلسطينية القابعين في السجون الإسرائيلية هنية يقول للموفد الأمم المتحدة إلى المنطقة يقول له بأن استمرار هذا المنوال من شأن يؤدي إلى نسف الاحتمالات المبذولة من أجل إرساء قواعد للتسوية ما بين إسرائيل وحماس أولا قبل كل شيء لكي ننطلق في هذا المنوال على إسرائيل وفق هنية أن تقفى من التنكيل بالأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية نبقى مع عباس والمبعوث أو مع عباس فقط هو يقول الولايات المتحدة تتيح لإسرائيل الاستلاء على أجزاء من الضفة الغربية وستعطي غزة لحماس الرئيس محمود عباس أبو مازن كان قد قال أكثر من مرة بأن هناك نية إسرائيلية مبيتة المراهنة على حماس بغية إضعاف وإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا الاتهام الجديد يعني يقول فيه الرئيس عباس وكأن إسرائيل تحاول أن تضم إليها أرادم في الضفة الغربية على أن يتم إضافتها لقطاع غزة في إطار تسوية ربما تقول ما بين حماس وإسرائيل وهو قال لمبعوث الأمم المتحدة إلى هذه المنطقة نحن نقول بأن هناك في مناخ الصفقة القرن تم في الآوينة الأخيرة نشر وإذاعة وبث الكثير من القصص كل قصة تروي حيز من الحقيقة ولكن لا أحد يعرف أين موجودة الحقيقة في هذا المنوال وهل يمكن القول أن حماس تتعاطى مع هذه المقترحات أو لا تتعاطى؟ كل من يتابع ويدرك شيئا بالأجندة الحماسية يدرك بأن حماس حتى فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل حدودها 67 مرفوضة من قبل حماس لكن في الميثاق الجديد لحركة حماس الذي أصدرته بعد ميثاقها الأول هي تذكر بنود ووجود دولة 67 خالد مشعل فسر ذلك لاحقا بأنه إن قامت دولة فلسطينية فالفلسطينيون لا يعارضون ولكن ليس هذا ما تطمح إليه دولة أو عذرا حركة حماس إنما تحرير فلسطين الجناح العسكري في حماس وهو الجناح أقوى من الجناح السياسي يرفض هذه الفكرة لذلك المكتوب بالعنوانه صحيفة هارت سيد خميس أردوغان حول الانتخابات المحلية إلى منافسة قومية وتلقى صفعة على الوجه صحيفة الاتحاد هزيمة مدوية لحزب أردوغان في الانتخابات لكن صحيفة ديديلي صباح التركية والموالية لأردوغان يعني تقول بأن حزب العدالة والتنمية يسجل نجاحا آخر في قائمة تنمو على الرغم من أن أردوغان أو حزب أردوغان خسر مدن مركزية وكبيرة في تركيا هو كل من يتابع الانتخابات القطرية في تركيا يرى بأن دائما حزب أردوغان كان يحصل على 52% من مجمل الأصوات يعني تقريبا 52-48 معارضة هذا ينطبق على الانتخابات البلديات نحن نرى بأنه لا يوجد تراجع من نسبة البلديات التي حظي في حزب العدالة والتنمية التابع لحزب الله لأردوغان لأردوغان عفوا ولكن أردوغان خسر إسطنبول وأنقرة هذه يعني تعتبر خسارة مدوية وقال وعقب الرئيس أردوغان بقوله بأن علينا استخلاص العبر مما حدث هل تعتقد بأن هذه الصحيفة تصرفت بحكمة كما أردوغان وتجاهلت ما حدث الحدث المركزي أستاذ شام نحن نعرف جيدا بأن هناك مصطلح يسمى الإعلام المجند هناك يعني ويريد أن يعني من يناصب تركيا أردوغان الحقدة والكراهية ولا هذه الجهات لديها وسائل الإعلام وصحف وهي يعني تحاول دائما أن تبرز الأشياء السلبية وتتغاضى الأشياء الإيجابية فيما يتعلق بأردوغان وتركيا نعم الصحيفة التالية سيد خميس صحيفة دعوت أحرنوت وتطلع نحو إفريقيا وإسرائيل تفتتح قنصلية في رواندا والحديث عن علاقات تجارية ورحل مباشرة رواندا تنضم إلى قافلة من مدن إفريقية يعني استأنفت العلاقات الدبلوماسية بحجم أو آخر مع إسرائيل لذلك رواندا تعتبر الدولة الأفريقية 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 التي قامت بتجشين علاقات أو الإعلان عن رغبتها بتجشين علاقات دبلوماسية وهذا رئيس الوزراء بن يامين يتنياهو بصفاتها أيضا كوزير الخارجية بالوكالة يحاول أن يوظف ذلك لمصلحاته في المعركة الانتخابية وكأنه يريد أن يقول للشعب الإسرائيلي إسرائيل لم تعد في عزلة دولية نحن مرحب بنا في أفريقيا وأيضا في دول خارجية وهو ما أعلنه بن يامين يتنياهو وقال بأنه لا داعي للوصول إلى تسوية الآن مع الفلسطينيين وتفاوضات لكي ينصل إلى المستوى الدولي بل هو ينتهج العكس يعني هو يقول بأن هذه العلاقات الدولية ثم العالم العربي ثم الفلسطيني القضية الفلسطينية كانت عائقا أمام إسرائيل بالانفتاح على العالم وقبولها لدى كثير من دول العضاء في مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية إلى أن نرى بأن بعد أن قامت دول خارجية باستقبال رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو عندها رأى دول أفريقية بأنه لا منع إن كان العرب يستقبلون يستقبلون فنحن لا يعني الصحيفة التالية يسرائيل هايوم اليوم من المرتقب أن تدين الجمعية العامة للأمم المتحدة اللاسامية اللاسامية آخذة بالتنامي في أوروبا إلى حد بات يقلق مضاجع لكل العقلاء سواء كان من يهود سمين وغير يهود لذلك الأمم المتحدة اليوم سوف تعلن عن شجبها واستنقارها لكل أشكال اللاسامية على فكرة أوروبا تشهد في الأوينة الأخيرة يعني موجة عارمة من اللاسامية وأيضا الإسلاموفوبيا وهو القراهية للمسلمين حبذ لو رأت أيضا الأمم المتحدة فرصة لكي تدين وتشجب وتستنكر أيضا الإسلاموفوبيا وفي مستويات تضاهي الحرب العالمية الثانية يعني هذا ما تشير إليه الدراسات هناك في دول معين ما يدور اليوم يذكر الكثير من المؤرخين ما شهدته أوروبا عشية صعود الريخ الثالث في ألمانيا صحيفة هارتس أيضا في إسرائيل يوجد تصويت جندري أو التصويت الجندري النساء يملنا لليسار ولكن يفضلنا اعتماد السياسة الصقرية أو السياسة الخارجية الصقرية النساء يملنا لليسار في شؤون داخلية اجتماعية حقوق المرأة المساوى وهلما جرى وعلى ما يبدو وفق الريسرش بأن فيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين طرى بأن غالبية النساء لديهم ميول أكثر صقرية في التعامل مع الفلسطينيين وإزاء التسوية المحتملة مع الفلسطينيين ولربما هذه المعيير المزدوجة التي يتميز بها الكثير من الأحزاب التي تسمي نفسها يسارية في تل أبيب وفي إسرائيل عذرا وخاصة حزب العمل هو يأتي بهذه القيم الاشتراكية وما إلى ذلك ولكن فيما يتعلق مع الفلسطينيين أحداث قاسية وصعبة في تاريخ الفلسطينيين يعني عاشتها الحكومات وحكومة حزب العمل تحديدا خضي موشيف فيغلين يمين يمتشدد يحلم في بناء الهيكل على أطلال المجد الأقصى المبارك وهو الجميع حتى بين يمينة أن يهو طرده من صفوف الليكود استطاع أن يجد آذان صاغية في تل أبيب وهناك استطلاعات تشير لأنه سوف يجتاز نسبة الحسم لسبب واحد بسيط بأن قال لأهالي تل أبيب غريباتهم هم من اليسار بأنه يؤيد الكنافس المخدر وهو سيسعى إلى شرعنة المخدر هذا المخدر فنرى بأن من اليسار في تل أبيب يؤيدونه رغم أنه أفقاره السياسية يمينية متشددة ترفض الاعتراف بأي تسوية محتملة مع الفلسطينيين سيد خميس صحيفة الأيام تقول حكومة الاحتلال تقرر خصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة رغم مواصلة إسرائيل سرقت الأموال الفلسطينية مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى كاملة اليوم يعني هذا الملف يضغط في كل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لذلك نحن نرى بأن الرئيس محمود عباس أبو مازل نصبت إليها أقوال في الأوينة الأخيرة بمفادها وكأن التنصيق الأمني مع إسرائيل بات في خطر إن واصلت إسرائيل هذه السياسة التي وصفها الفلسطينيون بسياسة القرصنة واقتناص الأموال التابعة والمستحقات الضاربية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية على الرغم من خصم 42 مليون شيكل من هذه الأموال لأن السلطة الوطنية الفلسطينية واصلت في دعم العائلات الأسرة والعائلات الثقلة الفلسطينية لإدراكها بأن هاتين العائلتين يعني الأسرة والثقلة تعتبر شبه ملف مقدس لا يمكن المساس به صحيفة الأيام استدعاء سفيري فلسطين في البرازيل والمجر احتجاجا على موقف الدولتين من قضية القدس في الصحيفة التالية فولهادي ساو باولو المكتب البرازيلي في القدس يثير غضب الفلسطينيين يعني في البداية القدس عاصمة إسرائيل وسفارات وربما الجولان أيضا وأيضا يصل الآن الرئيس البرازيلي والحديث يدور عن نقل السفارة الرئيس البرازيلي يعتبر رديفة للرئيس دونالد ترامب وهناك من يقول بأنهم متشابهين في المضمون وفي الاتجاهات السياسية ما أود أن نقوله بأن نحن أمام ما يعرف باسم الترند الموجة الجديدة للاعتراف بالجولان والقدس قاصمة لإسرائيل في غياب موقف عربي وفي ظل وهن عربي واضح للملأ نحن نرى كل من تابع في الآوينة الأخيرة مجلس جامعة الدول العربية أو قمة الزعماء العرب يرى بأن حتى لم يتوصلوا إلى اتفاق لتحديد المكان الذي سيتم في احتضان هذه القمة في دورتها المقبلة ما يعكس وهنا عربيا تشارذما في المواقف وانقصامات كلها لا تصب في مصطحة الإنسان العربي ولا القضية الفلسطينية وفي صحيفة الوطن حماس تسعى لإعادة علاقاتها موقف دمشق لم يتغير من فلسطين على خلفية الأحداث التي تمت في الحرب الأهلية في سوريا هناك كان تراجع في العلاقات ما بين حماس وسوريا رغم أن سوريا كانت البيت الحاضن لحركة حماس على مدار سنين طويلة اليوم وبعد أن انقشعت الغيوم الغيمة عن سوريا نرى أن هناك رغبة من قلة الطرفين باستئناف العلاقات من جديد حماس على استعداد لفتحة أيضا ممثلية لها في دمشق وإلى الجزائر وصحيفة الخبر بوتفليقة يستقيل تحت ضغط الحراك الشعبي يعني جهات عالمية وفرنسية تحديدا تشيد برقي التظاهرات ورقي الشعب الجزائري في حراكه ضد النظام أود أن نقول نقطة مهمة جدا بوتفليقة توصل إلى هذا استقر لديه الرأي بالاستقالة بعد أن رأى بأن الجيش عزف عن مواصلة تأييدها وأيضا الحزب الحاكم قالوا له بالحرف الواحد لا يمكن المرور مرة الكرام على الحراك الشعبي الذي يرفض استمرار بوتفليقة أولا قبل كل شيء هو عاجز عن مواصلة حكمه لذلك قالوا له احترم نفسك واستقيل صحيفة العرب الجزيرة توثق سقوط السعودية في مستنقع تجنيد الأطفال هذا التحقيق الاستقصائي يكشف أشياء مزعزعة للإنسانية عن تجنيد السعودية أطفال لليمن للقتال بدون أي تأهيل وبدون أي تدريب مقابل المال هناك اتهامات أيضا لبريطانيا في الأسبوع الماضي سمعنا هناك اتهامات سوف يتم التحقيق فيها في مجلس العموم البريطاني أو مجلس البرلمان البريطاني بأن حول تجنيد أطفال لأهداف حرب والو مجر الجزيرة نشرت وبثت تقريرا موثقا مع دلة دامغة لطورة السعودية في تجنيد أطفال لمآرب سياسية خارجية ترسلهم إلى التهلق إلى القتال وهم غير مايئين ولا يملكون أدنى شك في كيفية حمل السلاح والمحاربة نعم صحيفة The Daily Telegraph البريطانية ما يتهدد بالانتخابات في الوقت الذي وصل فيه أعضاء البرلمان لطريق مسدود ومرة أخرى يرفضون التصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع المفاوضين الأوروبيين مع اقتراب موعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بريطانيا أمام أزمة سياسية حادة بعد فشل رئيسة الوزراء المرة تلو الأخرى في تمرير المقترح أو التسوية فيما يتعلق أو ما يسمى البريكسيد الخروج من الاتحاد الأوروبي أدخلت بريطانيا إلى ما يعرف خانة اليك واليوم أمام مأزك كبير يقال بأن تريد أن تحاول مرة أخرى في هذا المنوال ولكن قبل أن تحاول ذلك قالت بالحرف الواحد إن لم يتم تمرير هذا القانون حول البريكسيد فإنني سأشرع في كل الطرقات من أجل تبكير الموعد للانتخابات على ما يبدو هذا السلاح يؤرق مضاجع المعارضة لذلك استعملته في تهديدها أو ترويح به لكن سبق وأنجت مي من تصويت حجب الثقة لكن هل في هذه الانتخابات المبكرة أيضا خطورة على مي في ظل الفشل في التصويت على البريكسيد؟ هي أمام حالتين كلتا هما النار إن بقيت على الوضع الراهن فهي في مأسق كبير لا مناص من استقالتها وإن ذهبت مع البريكسيد إلى نهاية المطاف ربما هذا قد يكلفها بحياتها السياسية نعم السيد خميس أبو العافية الإعلامي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا وبهذا مشاهدين نصل إلى نهاية العدد الأخير للمزيد من أخبار وبرامج I24 News تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وأيضا موقع I24News.tv بالعربية نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي غدا مع صحف جديدة ومواضيع جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة